يقام مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح المخيم الكشفي العالمي لعام 2023 الذي يعتبر مهرجاناً عالمياً للشباب والمراهقين في منطقة سيمان كوم على الساحل الجنوبي الغربي من كوريا الجنوبية بمشاركة حوالي 43 ألف كشاف من 159 دولة وسوف يفتتح المخيم الكشفي بعرض أركسترا مكون من أعضاء الكشافة من مختلف دول العالم وعرض ضوئي تقدمه 500 طائرة بدون طيار وعرض للألعاب النارية والشيء المثير لقلق منظم المخيم والمشاركين فيه هو موجة الحر الشديد التي تجتاح جميع أنحاء كوريا ومنها إقليم بوان بمقاطعة شمال تشولا والذي يقام فيه المخيم الكشفي العالمي وقال عدد من أعضاء الكشافة المشاركون في المخيم إنهم يحسون بالحرارة بشكل أكثر مقارنة بالمخيمة السابقة وقد تبين أن 28 من المشاركين في المخيم الكشفي العالمي قد أصيبوا بأمراض مرتبطة بالحرارة خلال اليومين الماضيين بسبب موجة الحر الشديد وتخطط اللجنة التنظيمية للمخيم الكشفي العالمي لاستبدال الأنشطة الخارجية ليتم تنظيمها في الأماكن الداخلية إذا استمرت الحرارة